جاء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد فاصل من مراحل التأزم في العلاقات بين دول عربية عدة وبين نظام الدوحة تتابعت حلقاتها سريعا في الفترة الأخيرة وضع هو الأسوأ في تاريخ قطر السياسي بعد النهج الذي اتخذته ضد دول الجوار وصبرت عليها إلى أن بلغ السيل الزبا إلا أنهم لاقوا من هذه الدولة ما لا يحتمل الصبر عليه فقد أصرت قطر على استمرارها بكل تزمت في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة والتدخل في شؤون البحرين الداخلية على وجه الخصوص مع استمرارها في استخدام أذرعها التصعيدية والتحريضية الإعلامية دعما للإرهاب والإرهابيين وتمويلا للجماعات التي يرتبط بعضها برأس حربة الإرهاب في المنطقة والعالم إيران وذلك للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين وغيرها في انتهاكات صارخة لكل الاتفاقيات والمواثيق والمبادئ الدولية دون مراعاة مبادئ حسن الجوار أو احترام بديهيات العلاقات الخليجية وهو ما أودى بقطر إلى أبعد نقطة التقاء دبلوماسية وهي قطع العلاقات التي أعلنت عنها مملكة البحرين وتلتها كل من السعودية والإمارات ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول فبعد هذه الخطوات غير المسبوقة في تاريخ مجلس التعاون تقع قطر الأهن على طريق وعر جدا غير سالك وغالبا سيكون موحشا خارج الصف الخليجي فبهذا تكون قطر قد تنصلت عن دورها الخليجي الأخوي وأصبحت بعد إجراءات قطع العلاقات كمن قامت عليه الحجة بعد أن أشاروا عليه من منطلق الوحدة الخليجية مرارا وتكرارا أن يصلح ولكنه أبى أن يصلح لم يكن قطع العلاقات الدبلوماسية هو الإجراء الوحيد بل أخرجت من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن هي وقواتها وما تبقى لها من جنود في المنطقة بسبب دعمها وتعاملها مع التنظيمات الإرهابية الأخطر في المنطقة تنظيم داعش الإرهابي بكل دمويته وتنظيم القاعدة الإرهابي لتكون الدوحة خنجرا في ظهر التحالف العربي انتزعه ليواصل طريقه الواضح البحرين والسعودية والإمارات ومصر واليمن وليبيا وغيرها دول اتخذت قرارها وهو قرار حازم وصريح بقطع العلاقات الدبلوماسية وما تبعها من غلق للأجواء أمام حركة الطيران وأقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر وهو ما يضع الدوحة في معزل من جهة الشمال والجنوب والغرب علاوة على منع مواطني هذه الدول من السفر من وإلى قطر يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين